بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم أشرف المرسلين أما بعد هذا اللي بيت سننعقشوفه إن شاء الله آخر المسترجدات في الساحة الكريفية وهو ما يتعلق بشركة الاحتلال دين العمران نعم إنها شركة احتلال شركة مختصة بالتحايل على القانون وباستغلال إدارة والنفوذ للسطو على عقارة غيرها كما تعلمون أن في المغرب الأملاك هي مقدسة دستوريا ويعني محصنة لكن في المنطقة القيب الصالح يعني حدث ولا حرج ولا عجب وكل عجب ما يعني وصل إليه الحال في مدينة القيب الصالح يعني كان جاءوا نشوفوا شركة العمران غادينا نتحدع لها بشكل مقتطب يعني هذه الشركة اللي هي أصلاً بنيت على استغلال ديال استغلال الدولة ومصالح الدولة من أجل الأهداف خاصة وحسابات سياسية ضيقة كما تعلمون أن العمران هي يعني يسوقون على أنه شركة عامة وماشية بشركة مائية شركة نفعية راكم تشتر أموال ديالة الباكورية بشي جاء بفلوس ورام دي الفلوس من فرنسا التمويل الفرنسي لكن تأسيس ديالة شركة العمران جاء عبرها الإيراك لكن الناس الذين كانوا يشتغلون في القطاع العام في الإيراك هما الناس تقريباً نفس الناس اللي يتحولوا لو يخداموا في شركة ديالعمران يعني هما هما تقريباً هذا لما يعني هذوك الناس اللي استغلوا استغلوا المناصب العامة اللي عندهم أنا داك والمسؤولي للتلقى تلقى العاتيق من أنا داك ولما علموا أنه سيحرر القطاع العام في تقريباً في تقريباً في تعدد سيين حدد تعدد سيين لما علموا أن القطاع العام سيحرر بادروا وسارعوا إلى اقتناء كثير من العلاقات تحت اسم ليراك بحجة المنفع العامة لا تفوفت إلى الدولة وبما أن الإراك كان دي الدولة فسارعوا يعني بشي يضموا كثير من الأراضي بالهكتارات يعني حاجة خيالية ما تشي تخذروا إلى 100 مترو أو 200 أو 300 أو بالمئات للهكتارات يعني لما اقتنوا هذه لما اقتنوا هذه الهكتارات يعني جاءت تحرير وبالتالي انتقلت العمران وتفكت وتأسّت شركة العمران ودمجوا هذه واحدة الشركات انتقلت الموظفون وانتقلت الأملاك التي كانت في ملك العمران يعني في الملك العمران عذرا إلى الملك العمران هناك كاين مشكل بحكم بأن اللحظة الأرض تجيب اللحظة لذلك المنعيش العقريين والخوانة والفاسدين تجيب اللحظة تدخو تشوف الأرض فهبور تدخو بحكم بأن ذلك الأرض يعني ذلك اللحظة كما قلنا يعني داروا شيء إجراءات ويحاولوا ما أمكن بأنهم تكون تبقى القانون وما تبكتش تبقى القانون لحد الساعة لحد الساعة العمران لم تترك بشكل قانوني وصحيح ولم تقتني ولم تفوت لها الإراك بشكل صحيح وسلمي طبقا للمساطير المعمول بها وإنما هي يدخل منه وخرج منه ودير منه وكذر وخطر بيسترا وشريط صفيف العمران ولهذا هذا شيء ينطبقه بالدات على تجزئ العمران اللي كان في القرص في الكريفات ده بنجي من بعد هذا السرد القصير لهذه المؤسسة التي استغلت المصلحة العامة من أجل يعني وترفع شعارة ضخمة محاربة البناء العشوائي ممكن أنه يكون غير بشي تفاد الاتجاه ده إحنا معاه محاربة الدينجان محاربة الاسمية طواب وشركة غير ربحية تنفذ مؤسسة تنفذ السياسة الدولة أش من سياسة الدولة تفذي وصيري صوقي صيري تنفسي في السوق دي العقارات مع الشركات اللي بحالك وفوت عليك الاستغلال المصلحة العامة لكن المشكل دي العمران هو أن عندها نفود سياسي وربما يبعون سياسيين ربما ربما كثير مشكلة لا أكد لكن السياسي المحلين منخرطين بشكل كبير وهذا تتمتع بنفود سياسي وإداري يعني العمران تتفك لجميع الأبواب القانونية والغير القانونية وكما بغيت يعني تزيئ دي الكريفات يعني راها فيها خروقات يندلها الجبين يندلها الجبين يعني الطريقة التي حفضت بها أولا هذه خاصة يعني لا بغينا نمر هذا التحفيض هذا لا بغينا نمر التحفيض وتحفيض صحيح دي العمران را مشكلة كبيرة را كاريتة 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 على المستوى الوطني غاتولي كاريتة على المستوى الوطني الطريقة بشت بها السميتو الطريقة بشتحفظت بها دي ك دي ك السميتو هي غير قانونية وما كيناش قاعدة في مساء للطرد تحفيضه لهذا المحافظ تتحمل مسؤولي دي له وترسلوا رساله من المحافظ إلا مشا تززق التززيئة العمرانية يعني وخرج البقارة تتحمل مسؤولي نارها بقطعة غير قابلة للتعمير والتززيئة ولهذا المحافظ تعلمتش تعلمتش جيدا المحافظ القديم اللي هو دي هذه الخروقات ربما ولدشهد في الحبس الدربعة وعشر السنين لازمنا نتحفظه يعني خليه لازمنا نتحفظه بمتابعته رأيتما يعني يعني تكون الدولة وترجع للدولة الخط الصحيح دي أو المصار الصحيح دي العمران العمران سيدي يعني منيجات وترامات لنا على الأرض دي ودارت تززيئة في منطقة غير قابلة للتجهيز ولا للبناء ولا حد الساعة ودارت رخص استثنائية لا تتوفر فيها شروط الاستثناء ودارت التزززات وحفظت بطريقة غير صحيحة وسميته داباه يعني ابناء بل بأنها ابناء تبيضون ترخيص واتشي ركتبنا الإدارة المركزية ركتبنا وعندهم محطيات كاملين وما لا نأخذوا فيها وتنتمنوا باش تجاوبنا بشكل لأن الإجابة المحلية دي الوصيلة المحلية رأي يندى للجبين الويصاية المحلية الويصاية المحلية أصبحت نصبت نفسها محاميا على الفساد يعني نكونوا واضحين باش الويصاية المحلية نصبت نفسها محاميا وأصبحت هي التي تدافع تدافع تلك الشركات العقارية التي تشتغل بها بشكل غير قانون بينما المشرع وبينما المعقول هو أن الإدارة تنحازل المواطن بحكم أنه الطرف ضعيف وما عندوش يعني القوة التي تتبع بحفظ الوطائق فبالتالي هو مساند ضمنيا من طرف الإدارة بلا من هنا في القبص نجد بكل شي العكس يعني العكس المضطهدين هم أصحاب الحقوق بينما الإدارة أصبحت تمارس ليست در رقابة بينما تمارس دور المحامي دور المحامي بشكل بمعنى الكريم يعني من كجيل عمران وكتبني يعني كتبني مدرسة احنا مازال نستغل المصلحة العامة لتشرعنة ما هو غير شرعي نجي وستي مؤسسة ومصلحة العامة واسمي توجي ويبركولين احنا على أسس بأن نعوى مصلحة العامة تتعديل المصلحة العامة المشكل وإن كانت المدرسة مصلحة عامة فمحاربة الفساد والسعي لتطبيق القانون والمساطر القانون هو المصلحة العامة بعينها فهذه أرقى من المدارس وإكتظادات كانت مسألة بسيطة يعني تجي ما هو العقار يعني صحيح ويتم والجمعة الكريفات لا تبخلوا بشيء في الإطار المصلحة العامة ما يعود منه على الساكنة وعلى دول الحقوق وعلى الدولة ككل مع مرأي كان عندها مشكلة ولكن التلعبات هذه التلعبات هي المشكلة كبيرة يعني بتجيب لنا مدرسة وتبني لنا مدرسة في تجزئة غير شرعية وغير وفي منطقة غير قانونية وغير قابلة للبناء وغير مجزئة أصلا يعني يعني التيتر حتى التيتر تديلها بقى ما خارش مدرسة التيتر ديالها جزئي بقى ما خارش بقى يعني ابنات في التيتر الكلي وهذه الشي رغا يفهم وصحاب التعمير ويعني باش نزيد ونعطيه الشرعية اسمته ياتيم التدشين من طرف العامل يعني مسجد العامل ياتيم وهو الذي يتبنى مشروع التدشين يعني ونأخذو كده وإحنا مصلاح العماء وابنينا مدرسة راه ماشي صحيح يعني بأن يعني نحاول أن نترقى على ظهر المطالب الشرعية وعبر سياسة خاطئة كمثل المسجد اللي تبنتني يعني خلال الأخبار اللي تكتبت أن المسجد يعني تم تدشينه بشكل غير رسمي لماذا هذه الخروقات لماذا يعني لماذا ندشن مسجد بشكل غير رسمي لو كان المسجد صحيحا و يعني وتتوفر شروط النزاهة وشروط المساطير القانونية الصحيحة لكانت تدشينه رسميا لكن يعني بما أنه ذاك شي تبقى محلي وما الإدارة المركزية تكون في يعني لا تعلم ما يدوره هنا محليا يعني نلجأ إلى هذه الشبهات نلجأ إلى هذه الشبهات ولو أن المسجد لا رأسنا عنه مصلحة عامة ولكن ولكن المحاربة أسمى محاربة وردوا المضام لإنما أصحابها أسمى من الصلاة في المسجد هذا الذي في أرض مغتصر يعني تجد شركة العمران وقدر لنا تحاول يعني هذا شيء يقدر يصغر 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 يجرب وخيفين ومن ومن لعبتي وقمرت بعقار كبير يعني وكان يعني يسير لعاب وماذا العقار فبالت فبالتالي ما تجد تقول لنا أموال ضخط أموال كثيرة شوه لعب راب يتنقر شيء في المالاير أو المالاير يخسر لعب ما تصدق شيء يكسير في حيالك سافي وهنا من هنا قد ينجي واحد الرسالة الناس اللي تشري فتما ولا تتمنى العقار غير مستوي ولهذا راه اللي قد عادر من أخبار ولا اسمه ما بجينش العبارة من أندر يعني راه هذا العقار غير مستوي وره يعني اليوم ولا غدا سيتم يعني التحقيق في هذا العقار وسنناله إن شاء الله لأن تيقة وزية سنناله إن شاء الله حقوقنا كاملة غير منقصة شاء من شاء وأبا من أبا يعني ممكن تستندوا الجميع المسؤولين اللي بغيتوا سيبقى الحق حقا الباطل وبالتالي دوك ناس اللي عيش يجبون مغرى العقار غير مستوي يعني وكينا فيها خطورة كثيرة وستقاد العمران راه دبا هي العمران شكتدير دبا باش تعرفو تكون واضح العمران تحاول أن تصدر المشكل تعطي يعني تهرب تسلم البقاع وتهرب وتخلي الناس ساكنة في المواجهة مع القضاء والجماعات والمشاكل ودكسي عائل يا أبرو جن طابق والجن دير سميت الله خليوا هي التوجه خليوا هي التوجه خودوا المسائل يلكم القانونية كاملة راه تلبو يعاط راه بشكل غير صحيح راه هي راه أرض جماعية أرى لا يعقل هذي واحد النبدا غري نعطي معلومة يعني أرى العقار حفض هنا باسم العمران ولا زال مطلبا في الإدارة المركزية في اسم الجماع السوليرية يعني شوفت كاريت كيف يجد ثم تنحط مساحة دي المطلب في شكل ومبعد تنلقو بإنها خروقات وتنعطلوها لأن كان واحد المشكل المهم لأن بوحدة أكثر من ذلك لأن الإدارة المركزية عندها شي وتنسمنا وجوبنا الإدارة المركزية لأن تعطلت بزاف واش ما بغير تحقق ما عرف نحن تنسنا لأن لأن آمن كبير ومتن نأسوش ولهذا يعني الترخيص التي تعطى مؤخرا يعني دي ما تي يدير واحد جوجل ثلاثة تي سي وبيم لا تدري صغر تي سي ويم ولي هذا كان من المنتظر من الرئيس المنتهي وليته وليته كان من المنتظر أنه في آخر المعطاف إلا بيس أنه عنده مشكل في إعادة تنصيبه مرة أخرى سيلعب هذه الورقة كي يستفيد على قدر ممكن كنا كنتظرها وكما كنا ننتظرها وذبا لا سميته يعني وليس غريبا من الرئيس أن يعطي ترخيص غير شرعي وغير قانوني والإدارة المركزية عندها الخروقات في هذه الرخص غير شرعي التي تعطيت باسم الجماعة الترابية دي الكريفات حتى لدرجة أنه تم الترخيص في بوقع أو في قطاع أماكن خضراء أماكن عمومية غير قاوية للتعمير يعني تعطى فيها الترخيص ونأمل أن الإدارة نعلم أن التقارير ترسم الواقع وتقارير فيها حيف خصصا بما يتعلق بالنواب التراب وخصصا ما يتعلق فينا وأننا نعرق المشاريع وكذا وإننا نعرق المشاريع التنمية الحقيقية وإننا نعرق الفساد أو استغلال الصلط أو استغلال المصلحة العامة من أجل المصالح خاصة هذا قلناه وسنقوله يعني حتى أنهم يعني لجأوا إلى لعب سبياني ديال دريس صغار ديال تشويه وتشهير وخلق مشاكيل وخلق اسمي نحن في غينا عن دريهمات قليلة نبيع بها المهمة التي يقول لفنا من أجلها وإيش نحن قد نمش هنا نبيع دريال أو خرب قاد ربما بحكم ضخامة الملف والمشاكل قد نخطأ في اتخاذ بعض القرارات نخطأ لنا حاجة عادية لنرى المشكلة كبيرة يعني هذا صعب زي وبالتالي المنسبة الخطأ كبيرة ونحاول ما أمكن بانيش من خطأ ولكن أخطأنا الغلب يعني ظروف يعني الوقع متشعبة ومتشابكة ولهذا باش نجي ونترقو إشاعات ويعني وتحاول تشويه يعني حتى الطعن في مصداقية اسميته في الشرف دينا وفي العائلة دينا وفي ولداتنا وطعن يا أسالي بيا إسال يائس احنا وابا تنخاف وما تلعجموش لأنه ما عدنا ما نخسره ما عدنا ما نخاف ولينا الله سبحانه وتعالى ومعون كنت عاملو احنا قد قل لي مرأة شنام عافلنا خارج رأى المترجي شنام عافلنا في زيتون عريان واش دير قولها ويصدقك العالم وقل ترى أنا ما سوقيش أنا فتك شي ترى أنا ما سوقيش وقولها وزيد وقولها وديرها في أعلى المنابر وعلى المنابر أنا لا يهمني في شي داري والمترجي اخوال ودير دير وان صرق زنا فسد واش هاد الاساليب هادي واش كين شي ما نخدمو على المصلحة دي الدولة وراء جلالة ما دي كان واضح ما الفائدة من سياسيين ومن مسؤولين لا يقومون بالمهام دير واش المسؤول يجي لنا فقب صالح ويبغي يحاول بأنه يترقى عبر يعني إذا ما رأنا حلت لكم مشاكل ومتاشي مشاكل ممحلولة ويبغي يحاول يترقى على ظهور نحن مش يعيب ويقدمون كبش انفداء للمافيات العقارية يعني باش تشغل لأننا نشكل عقب للمافيات العقار نحيد ونزول ونزول بهذه السهولة ومستعد لأبعد الحدود باش ننال على الملفات المطلوبية حتى القضاء يعني كان لم ينصف وكان ضدنا بشكل كبير ونعلم أنه يستغل القضاء بحكم المساطير المتاحة وتتمو يعني مثلا يقول لكم من هناك عاستو من هناك عدرتو من هناك والملفرة مشي في قيسو وراء أرض مغتصبة يعني بينما احنا من يتنجوم ما دير عد مغتصبة يقول لكم واشكول يقول لكم مغتصبة وراء مشي حق هنا وراء احنا بلغنا وشايا وراء النيابة العام ما تكلف تزيد لا اصبح نحن احنا الذين اشتكوا ونحن في نفس وقت نصبح على المشتكبهم وتنشكر المسؤولين في المحكمة اللي يعني تكونوا كان مسؤولين زهاء ونقدلهم ونرفعهم القبعة يعني الجو التي يخدم فيه صعيب بزاف لأن صعيب بزاف يعني يعني احنا عارفين بأن بعض المسؤولين ما يمكن يخدم حتى مرتاح حتى مرتاح يعني في القضاء ولكن يعني نعلم بأن الملف قضائيا محليا يعني ما يقوس من يعني من تنجي ونناقص ونقول لك ارض مخوونة ونتجي تتناقص لشكليات لا ما عندك الصيف ورا أرض مغتصبة ورا أرض مغتصبة يعني نحن تقول لك رأى فلان قتل فلان وتجي تتخلي بأن يعني جريمة القل وتتناقش على آلة القتل يعني وهل كانت تشكل آلة أداة القتل أم لا هل كانت يعني هذه الأداة هذه ستقتل أم لا يعني لا ورا السيد قتل ويقتل بعصا ويقتل ويقتل بعصا المشكلة المشكلة في الآلة المشكلة في كيف تمتصر المشكلة في الصارقة رأى صارقة الأرض وغض النظر علاش كونانا ولا كيفاش ولا كيفاش ولا كالغال يعني مو إحنا ما تنقسوش سنجد إن شاء الله في القضاء الشرفاء ينصفوننا وسلا نمل من متابعة هذا الملف الشائك المستغل الذين في الأرض جمع السلالية مظلومون فيه مظلومون الجمع إحنا كنواب دي الأراضي السلالية مظلومون فيه مظلومون فيه يعني يعني بطلوا بطلوا هذا اللعب يدرسوار تشويه ودي الكذيب البوتين والزور ولهذا رسالة للشباب يعني أطروا الوالدين دي الأمر مساكن رام مضعاف يعني تيجيوا لكل نخب السياسي اللهم عروف الرام يعني عمروا في الجماعة دي الكريفات وتيجيوا وتبقوا يضحكوا لأباء دي الأمر بحكم البساطة دي الأمر عندنا يجسغل أرى ماشي أرى المسؤول أهل المنتخب مشيركوا الدور دي المنتخب أرى خصويت تقوم بتنمية خصويت بزهار خطط استراتيجيات على المدى البعيد أهل المدى تخرب عقخاو ولهذا أرى الشباب عليكم يعني باش تكونوا سدن منيعا في كبح التمدد دي الفساد دي النخب السياسي الفاسد اللي طارة يتبنون بعض الحزاب الفاشلة الفاسدة وطارة يتمنون يعني يتمنون موقف المعارض لهم وهم يعني موقف نفس القط معهم يعني ضمعهم وضد ضمعين وفيه يعني كيف يقولون يعني كيف يمززار فعدنا تي سوقوا من تتوصن تي سبوا في بعض الفاسدين اللي معمروا في المنطقة تي سبوا فيهم وكادور معاه يعني في الأخر وربما تي بيشي للمنطقة نعارف الأسالي وليهذا على الشباب فاسدة تشويه وتشير بالناس يعني كيف يمكن ولهذا خطوة فاشلة دي الترخيص الترخيص غير شرعي والتزيق غير شرعي وسنقولها وسنظل أن نقولها مهما حاولتم أن تشرعينونها فهي غير شرعية أرض مغتصة قولا هاتين إلى سكتوات وقد بروسو ماذا وقد سوقوا ثم لماذا من الذي سيرخص من الذي سيرخص في المنطقة دي لدهت هالرئيس الجماعة هم الرئيس البلدية من كيف مدرتوا لي وحلته يا كيف مدرتوا لي وحلته ولن يعني نعطيهم معطيات بشكل كبير لأننا نحترموا الإدارة وما بغيناش يعني تتبقى السر المهنة ما بغيناش نبوحه بكل شي ولكن الإدارة عندها كل شي كاتبين لها كل شي ومن بزمن بعيد الإدارة كاتبين لها كل شي بل أحيان يعني تجي تبضحك تترس لي تترس لي شي مراسلة شي صارقة ولا شي شي مشكل فإذا بهتين طالق تجينا تجواب مركزيا عبر السلة الإدارية من المنطقة دي وكأننا يعني الشخص المدعو في التحقيق الذي مدعو مطالب منه التحقيق في الواقع أصبح يبرر وينصب نفسه محاميا للمشتك به مشاكل كثير تحية للناس اللي تنعرفوهم وراءكم معروفين الناس اللي عندنا في القضاء والناس اللي عندنا الداخلية معروفين وموظفين مساكل الغالب والوظيفة رأى بوشكيل في المغرب الوظيفة رأى بوشكيل الوظيفة سجن يعني بين المترقات والسنداد احنا في غينا نحنا الحمد لله ميسورين الحمد لله معدنا حتى مشكيل ما غادين طبعا بل فقدنا كثيرا داخل وظيفة عادين فنجيو احنا ويتهمون اخوانتي ويتخرب ونصبين أبواق تاتاتاتاتاتات قولوا خور قولوا فاست قولوا الزل لا يهمنا في شيء ستظل العمران وسنظل قولها أرض مغتصبة وبعض المسؤولين اللي يحاولون إعطاء سبغة الشرعية لها ولن ولن تكون شرعية إن شاء الله إلا بتوافقات صحيحة أما باب ضغط لن يقضي إلى شيء إن شاء الله تعالى وعلى الشباب أن يفقوا شوية يعني يحللوا ويدقيقوا في المعلومات التي تصلوا على بعض الناس لأنها التبس الحابل بالنابل يعني ما بقيت يتعرفين كل شيء داخل كل شيء دقلب ولازم نحن واقفين صامدين صامدين حتى السحر يعني حتى السحر ولو باقي نستحره ما شكير وغيره ينجينا الله في كل مرحلة وسننتصر بدعائنا إن شاء الله عليكم أيها الفاسدين واحد نتلوى الوحد سننتقى نتفرجه فيكم إن شاء الله يا من ظلمتمونا إن ظلمتمونا يعني لا ظلمتمونا وأنتم كارهون ليس يمحكم ولا ظلمتمونا وأنتم يعني يعني مجتهدين ليس يمحكم لكن يا فايدا ظلمتمونا وأنتم مصرون ظلمنا فسوف نتفرجه فيكم إن شاء الله والأيام مبيننا أحاولوا دير بطراجي الإخوة الكرام تحية طيبة ولانا وسنواصل لو قاعدين نشوفوا حتى يعني المدينة دي الفقيم الصالح التي كانت نواتا لسيلتاد لو كانت مركزا حضاريا جميلا ستكون لو لا أنعبت بها الرياح الفاسد فأصبحت حتى يعني حسب أصبحنا على يعني منطقة صحراء على وشك أن نصبح منطقة صحراء يعني بتفضل الفاسد دي المكتب دي الريح تاوى دا كميل في آخر والمتصلات المخطط الأخضر المخطط الأخضر الذي يعني الإسم المخطط الأخضر وفي الواقع المخطط ليبس وسنشوفت هذه المشكلة سننتحدث عنه إن شاء الله والسلام عليكم وسمح لنا لطاولنا ولكن هذا باختصار ولم نبوح بكل المعلومات لأنه نظر لحساسية الموقف ولكن حقوقنا لن تمس إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته